بص يا فاروق احنا تقلمنا او يعني خبرتنا بتقول ان انت كل ما تشوله ظروفه انت ممكن تلعب مثلا النادي الاهلي انت عارف ان النادي الاهلي هيهاجمك عشان ان هو عايز يكسب وانت هتهاجمه عشان انت عايز تكسب بس فيه فرق انت عارف ان هي من اول ما الحكم نصفر هتلعب زون ديفنس فبتبقى عامل حسابك ان انت طول ما انت مهاجم ومهاجم ايجابي هتخلي الفرقة دي ما تطلعش من 18 ليه لان هيقولك ان الزماني كفاية او الاهلي كفاية لو انا هاجمت هتفتح هيبقى فيه شوال الاهداف طب يوم جاء عامل ايه يبقى مركز في الحتة الدفاعية اكتر من الحتة الهجومية عشان كده ما بقاش في خطورة انما انت مقاردش مش عارف انت هتلعب مين ما هو نفس المطش اللي فات هو نفس التشكيل نفس المطش اللي ابيه هو امام عشور يغيب النهاردة الدنيا دي بقى الشكل كده بايز شكبالة ما مش في الزكور يعني اللي هو بينزل اعمل لك حركة الشوت التاني ويديك يعني الى حد ما تنفس ويخلي الايجابية اكتر ومش موجود يبقى ده شكل انت الزمالك اللي هو بينفس عالدوري وانا قلت هنا قبل كده قلت من النادي الزمالك قطر خيره ان هو ماشي باللعبة دي وبالمدرب ده ان هو ماشي كده في الصدارة انا ما مش هدوه انا قلت حتى لما جيت واتكلمت مع اسلام من حلقتين انا بقوله الاقرب للدوري دلوقتي ولازم استغل هو بيرامدس بيرامدس؟ اه بقى امرت ان الفرق الوحيدة دلوقتي اللي بتلعب كرة في مصر صح؟ يعني تتغلب على الاهلي والزمالك في مشوار الدوري في ان هم يفوزوا بالدوري اصدق؟ اه لو لو نتائجهم بالشكل اللي شفناه لا لا بقى خلاق كان الشكل ده الشكل ده في الماضي انما من ثلاث ماتشاط الشكل اختلف برغم ان هو اول ما مسك الراجل اصدق انا عشان تكيس مثلا هو اللي مسك؟ ايوة خلاص بقى احنا هنا قبل كده انا قلت ايه الفرق دي ناوسها ايه مدرب قبل ما تكيس ييجي تخيل انت تخيل يا فاروق واحد جيه السنة اللي فاتت في اخر كام ماتش وعموا جايين مماشيينه لغرض ما سمصارة بقى مش في دماغهم هو كان عايز يبطل لعيبة وما يلعبش لعيبة فهم جايبين لعيبة بسم الله ما شاء الله بفلوس كتيرة فاتعمل عليكم بينا ومشي اول الموسم طب لما ييجي يرجعوه تاني ما ممكن يجيبه اي دمعان فلوس انت لو حصل لا كابتن انت تدخش التاريخ زي ما كده الناس لو قاعت لستر سيتي كده تاخد الدورة الانجليزي بص يا فاروق احنا بنتكلم كورة احنا بنتكلمش في المعيديات كورة كانت بتقول برضو بيرامدز يعني يعني برضو لو نتائج فالنتائج برضو كانت لا بيرامدز كان عنده كل حدا طويسة كانت محتاجة مدرب ما جابه مدربين يا كابتن على اعلى مستوى هقولك بس منهم كابتن اهاب جلال اه منهم مين دافيه كان مدربين كانوا يعني دافعين فيهم فلوس كتير ايو ماشي وجومك ساعتها كذبوا الاهل لا فيه عبليهم كتير كذبوا الاهل وكذبوا الزمالك وكانوا ماشيين في الدورة لغاية ما فيه تمام ماتشات اسأل حسام حسن اسأل في الفترة دي حسام لما مسك فيه ماتشات كان بيبقى كذبانة بقدرة قادر بتتغير النتيجة والحاكم يحسب ضرب الجزاء زي مثلا ماتش الاسماعيلي في اسماعيلية فيه ضرب الجزاء هنا ما تحسبتش تتردل الاسماعيلي تتحسب واغت بال حضرتك فيه ماتش كان الانتاج الحربي فيه ماتش كان سموحة فيه كذا ماتشات ضياع ابناط لو الابناط دي ما دعيتش منهم كانوا خدوا الدور في السنة دي فانا بقول لك دلوقتي انا من وجهة نظري انا بقول بيرامدز ليه لانه عنده احسن لعيبة في مصر احسن لعيبة في مصر عن الاهل والزمالك في الفترة الحالية اه النادي الاهلي عنده احسن لعيبة بس مش فايقة كلهم مش فايقين النادي الزمالك بعد موضوع اللجان والكلام ده يعني قد ترخيره انه يبقى في المربع الزهد انا بكلمك بمتال الامان اه طبعا ايوة لانه ما عندكش بديله ما عندكش لعيبة وما جيبتش لعيبة السنة دي مع